وصلت حركة الملاحة بقناة السويس انتظامها وسجلت التقارير الملاحية اليوم عبور 57 سفينة من الاتجاهين بإجمالية حمولات صافية قدرها 3.4 مليون طن ووجه رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة بشأن انتظام الملاحة بالقناة بمعدلاتها الطبيعية مؤكدا على امتلاك الهيئة للخبرات الانقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي الفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة كما أشار ربيع إلى نجاح الهيئة في التعامل باحترافية مع عطل فني مفاجئ في دفة إحدى السفن العابرة للقناة وهي ناقلة الوقود انفانيتي ترجمة نانسي قنقر وكعادتها في سرعة الاستجابة الفورية شكلت هيئة قناة السويس مجموعة عمل لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيث تم الدفع بخمس قاطرات وقسم الإنقاذ للتعامل السريع مع الموقف وتعويم السفينة وأعادت ناقلة الوقود إلى الأزهان نجاح هيئة قناة السويس في تعويم سفينة الحاويات إيفر جيفين التي جنحت في البقر الملاحي للقناة في مارس من العام الماضي حيث بزلت الهيئة جهودا كبيرة من أجل تعويم السفينة وهو الأمر الذي لقى استحسانا كبيرا من الجهات الدولية قناة السويس تعتبر همزة الوصل بين مراكز الإنتاج ومراكز الاستهلاك فهي تربط بين دول الشرق الأقصى والشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة وتوفر ما بين ثمانية إلى أحد عشر يوما أمام السفن المارة من الشرق الأقصى إلى أوروبا بالمقارنة بما ستستغرقه إذا ما أخذت الخط الملاحي التقليدي المار بطريق رأس الرقاء الصالح وبافتتاح قناة السويس الجديدة في عام 2015 فقد عظمت البلاد من قيمة ومكانة قناة السويس حيث ساهم ذلك في تقليص فترة العبور إلى نحو إحدى عشر ساعة إضافية ومن المميزات الأخرى لقناة السويس التي لا تقل أهمية عن تقليص المدة الزمنية لعبور السفن أنها أطول قناة ملاحية في العالم وحركة الملاحة فيها تتعاقب ليل نهار وهي مهيئة لعمليات التوسيع والتعميق كلما لازم الأمر لمجابهة ما يحدث من تطوير في أحجام وحمولات السفن فضلاً عن أنها مزودة بأحدث شبكات الرادار والكمبيوتر ليكتشف ويتابع حركة السفن على طول القناة ويتيح بذلك إمكانية التدخل في أوقات الطوارئ